أهلاً فيكم حبايا ببرج القوس رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالة وأيضاً تقبل الأكس يعني ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك إذا أنت عم تتابع لبرج القوس cross watching يعني أو عم تتفرج على برج القوس ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تشابه طاقتك طبعاً مثل دائماً خذ من القراءة الاشي اللي بتحس أنه بيفيدك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فاخذ من القراءة الشي اللي بيفيدك ممكن يكون فيه رسالة ميسيج اشي معين بيفيدك واترك الاشياء البعية ما تحاول لأنه تخلي القراءة تنطبق عليك مئة في المئة لأنه مستحيل هاي possibilities وتوقعات بالآخر أوكي حبابي برج القوس رح نبلش بطاقتك أول بعدين رح نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك خطواتك في المستقبل خطواته أيضاً هو في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم أو مصير التواصل بينكم وبشو رح ينتهي يعني وإذا فيه إشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروتو ضيحية لحتى نوضحه طيب ملش بكروتو النصيحة أول لبرج القوس برج القوس عم شوف أنه أنت حالياً عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي أو بالوضع المادي وفي عندك إشي عم يجهدك أو عم يتعبك وعم يأثر أيضاً على جسدك الوضع عم يأثر عليك من الناحية العقلية وأيضاً من الناحية الجسدية فكروت النصيحة بتحكي لك الرسط and relaxation is essential أنت بتحتاج حالياً إلى وقت مستقطع وقت للراحة slow down أيضاً نحكي لك انتظر أو خلي الأمور تيجي مثل ما تيجي pause and allow things to unfold خليك في وضع تراقب الوضع حالياً أو تراقب حتى الحبيب حالياً أو الشريك اسمح لك وضع أنه شوي شوي ينفتح بينكم أو شوي شوي تكتشف إشياء عن العلاقة أو نبين أنه أنت متسرع حالياً أو بدك إشي بسرعة حالياً يعني بدك هلأ هلأ في شخص بحياتك أو في إشي بحياتك معين عم يجهدك عقلياً وإنت بدك يا بدك بدك تحقق هلأ بس كروة النصيحة بتنصحك أنه يعني تتمحل تستنى لأنه في بداية جديدة رح تيجي عندك حالياً أنت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون أيضاً مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص في رحلة جديدة رح تمر فيها وإذا أنت خايف من العلاقة بينكم أو خايف من الارتباط مع هالشخص أو خايف أنه الأمور تكون بينكم جدية عم تشوف أنه بيحكي لك هون في حماية إلهية لا إلك أو معك يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حالياً والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف 3 of emotions يعني في عم رح يكون في بينكم احتفالات رح يكون في بينكم حتى نوع من الصداقة لأنه 3 of cups تحكي عن فان تايمز أو أوقات مريحة ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي أكتر من ما هو جدي يعني في عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاؤل فقط بدك تتمهل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات هالي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت برج القوس في حالياً عم تمر بتاستنج اريا أو بفترة امتحانات او اختبارات سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب ممكن تكون انت حالياً عرضة الى تمتيشن ايضاً او حالياً انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة ايضاً بدك تنتبه من العادات السيئة يعني ممكن تكون انت حالياً محوط بعادات سيئة سواء كانت من لست او شغف تجاه الشخص او اشياء او علاقات جنسية او سواء كان من ادمان على مخادرات او اشياء مثل هيك بدك تنتبه من اي اغراءات او اي اغراءات لانه انت حالياً عم تشوفك بمطرح محدود فيها الى انه اذا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حالياً انت منجذب جسدياً له بطريقة كتير عالية عم تحس انك مربوط فيه روحانياً عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع صارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه يعني فيه نقطة عندك هون في عندك الستيك هاي وعندك السيفون يعني انت ماسكهم ومش استعدت تتنازل عن قرار او عن اختيار انت اخترته عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكتر بما انه تعتمد على العواطفك بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه عم يحس انه نظلم لانه فيه عنده كون جاستس فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء والعلاقة هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة بيحس هيك فهو حاليا بفترة راحة او وقت مستقطع عم يحاول يستشفي فيه عم شوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن فيه بينكم فرق بالسن ممكن يكون هو اكبر منك بالسن او ممكن انت بتحس انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا بمعنى انه بتحترم قراراته او بتحترم اراءه او هالشخص اثبت لك انه هو متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بطريقة منطقية فهو حاليا عم يشوف انه انظلم بالعلاقة وعم يحاول يستشفي بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل عم شوفك في عندك امنية ممكن بدي احكي الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج ابركز على الطاقة اكتر من الابراج الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان ابراج هواية ايضا في عندك برج الجوزاء والغالبية ابراج هواية ابراج مائية بس بتوقع هواية لانه الميزان هواي الجوزاء هواي فبتوقع البرج اللي عم تتعامل معه يكون هوايي او في كتير طاقة هواية عنده بالخارطة الفلكية بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره سول ميت او عم تعتبره رفيق درب ايضا بالمستقبل برج القوس رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين لانه The Lovers بيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار بين شخصين او بين شيئين مثل Two of Pentacles الجوغلر فهالكارت بيشبهه انه بالمستقبل رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالانرجي ما بدك تختار قرار حاليا ولكن عم شوفك عم تبعد عن اشي معين او بالمستقبل في نوع من ال الوش فوفيلمنت انت انت اوبتميستك عم شوفك انت متفائل اكتر بالوضع لانه عندك The Sun Card طاقة The Sun Card بتشبه طاقة برج القوس كتير لانه برج القوس دائما متفائل سريع اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه طاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية ما بدك الامور تكون جدية وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين ايجي يعني كتير جدي بيحتاج طاقة كتير سعر ما منك عم شوفك لكن بدك تروح في طريق او امنية بدك تحققها ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق اكتر من المشاعر يعني رح تبعد عن ارض حب او عن شخص اعتبرته امنية بحياتك او كان بدك توصل الو ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه او صعب او صار فيه بينكم بلوك او صار فيه بينكم عائق كبير مش عارف انت اشتركوا في القناة